ابتدي بقى بقى حضرتك أستاذ تامر هل فعلاً عالم الهاكينج ده موجود يعني عالم ان احنا يبقى فيه حد حطت تليفونه فيتحط عليه باج والباج ده يبقى يسجل حياتنا ده موجود يا جماعة ولا ايه لان انا قلقانة من اول ما اتدى المسلسل وإحنا كلنا حتش ياخد تليفوني تليفوني معايا يعني هو للأسف موجود بس احنا مش عايزين خوف الناس يعني طول الوقت بيبقى فيه امور السيكورتي يعني افضل من ما قبل يعني الوضع دلوقتي احسن من الوضع من سنتين ثلاثة احسن من الوضع من خمس سنين بس هو في نفس الوقت هيفضل موجود طول الوقت لانه هو معتمد على ان فيه ناس عندها درجة عالية من الفضول او بتحاول تبتز او بتحاول تسرق الناس دي اسكية عندهم تريكس زكية جدا وكل الالعاب دي هي الالعاب زكاء يعني بس يعني الواحد بيتخيل انه ده شغل دول او شغل اجهزة مش بخدرة مواطنين او ناس عادية وبالذات مثلا انت انت مش جايب ناس very professional انت جايب ناس يعني مش مش حريفة قوي لكن هم محترفين في صنعتهم فده من نسبة لنا مرعب بصراحة لازم اقولك انا عايز اقولك انه بيخلق انا كنت متخيل كده برضو انه الهاكينج الناس الهاكرز دول زي ما كنتم نشوف كده في الافلام ناس عاديم بيكتبوا حاجات على الشاشات وخبراء في علوم التكنيون المسألة ابسط من كده بكتير يعني المسلسل ده اعتقد او مبتدى معي كان قصة صديقة دي حكيت هالي عن زوجه زوجته هو عرف ان فيه ااب ممكن يحطه على التليفون بتاعها فييعرف حاجات عنها فما قدرش يقوم فضوله انه هو يعمل كده فعمل كده ففتح باب الجحيم على نفسه فالمسألة كانت بهذه الدرجة من البساطة مش محتاجة ان هو يكون دالس او عارف الامور دي يعني ففي الوقت الحالي فيه فيه تأمين بيحصل قوي وفي نفس الوقت فيه ناس طول الوقت همهم ازاي نقدر نخترق لاخرين ومسألة معتمدة في المقام الاوي على الزكاة كلنا كنا بنتعرض لهذا الموقف عن طريق ايميل او عن طريق رسالة او 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 ممكن فضولنا يخلينا نستخدمها او نفتحها فنقع في المشكلة دي ترجمة نانسي قنقر